في التعليم عندي شقين عندي جزء فني وعندي جزء إداري الجزء الإداري أنت محاط بقوانين كانت يعني طبعا تعدلت تعديل قانون خدمة بدنية خلاص أن الموظف ده ما تقدرش تقرب منه أنت ممكن تشيري الوزير في كلمة تشير رئيس الوزارة في كلمة إنما تشيري الموظف صغير ما تقدرش طبعا تم تعديل قانون خدمة المدنية دلوقتي وبقى فيه يعني إطار شوية وفيه بحبوحة من الأمر للتخلص من الفاسد من الفاسدين من المعوقين كلمة معوقين هنا كلمة مهمة جدا أنت ممكن ما تبقاش فاسد بس معوق للعملات التعليمية معوق للوظيفة بتاعتك وده حاصلوا عندنا نمازج والحلقة الجاية عندنا نموذج لموجه تربية اجتماعية في إقدارة 6 أكتوبر معوق للعملية وهنتكلم عنه وهتكون شكوى مننا على هوا لكن احنا بنجمع الملف بتاعه بنجمع له بس الملف بتاعه ونجمع له تاريخه الأسود وهو منتدب من بين السويف في الحقيقة وده المثال يعني مجرد عينة يعني من العينات ولكن بيتصدى لمثل هؤلاء الناس في الوزارة لهم مننا كل تحديد تقدير منهم مثلا مدير الشؤون القضانية بالوزارة هشام جعفر هذا الرجل فعلا بيتصدى بتحقيقات قانونية وتحقيقات بعد إثباتات وبعد كل المدولات القانونية وبيتصدى باستصدار قرارات أنا بسميها ثورية برضو عندنا كافة المدريات الشيون القانونية في المدريات منها الصالح ومنها الطالح وهو نسبة صالح في صالح عطية في الجيزة برضو بيسير على هذا الدرب هذا الرجل برضو لا يخشى في الله لو متلائم يعني الدرجة ان انا اعرف انه حق مع صديق له وده له جيزة يعني صالح عطية في جيزة نموذج من نمازج اللي ممكن ان احنا يعني فعلا نحتزي بيها وطبعا الشؤون القانونية يمكن ان تكون عصى في بعض الاحيان ولا بد ان تكون عصى لكل متقاعش لكل فاسد لكل من يعوق العملات التعليمية في وزارة تربية التعليم فتحية لهؤلاء الابطال تحية لهؤلاء الجنود المجهولين ولكن طول ما فيه طريق تالت وفيه صحفيين محترمين لازم يكونوا هؤلاء جنود معلومين ايضا قطاع الامن الادارة المركزية للامن بوزارة التربية والتعليم احنا حاسين كناس متخصين في ملف التعليم ان هناك متغير يحدث في الادارة المركزية للامن وفي الامن على مستوى الادارات والمدريات حقيقي اللي هو احمد عبد الفتاح اللي هو كل تحوله وكل تقدير يسير بخطة ثابتة يسير بخطة يعلو فيها شعار التطهير قبل التطوير وده شعارنا وده مطلبنا مش هنقدر نطور قبل ما انطهر التطهير قبل التطوير لذا وجب تحية هؤلاء جميعا على ما يقوموا به برضو شكرنا قبل كده الاستاذ محمد عبد القادر مدير مكتب الوزير لخدمة المواطنين الرجل اللي عمل طفرة في هذا القسم والنهاردة بقى عندي معدلات اداء مغيرة ومختلفة وتقدر تتبع الشاكوى بتاعتك وانت قاعد في بيتك بالرقم القاومي بتاعتك واحنا هنعرض لكم ده فيما بعد بشكل متلفز وعلى الشاشة ولكن يعني بنجهز ده و بنحاول ان احنا يعني بنتواصل مع الوزارة بيجهزونا مدة في المية ولكن كل يوم حامد عبد القادر بيفجئنا بجديد فتحية لهؤلاء وغيرهم كتير انا مش عايز انسى يعني احنا بس يعني احنا لما ذكرنا الاسماء كان لوجوب شكر هؤلاء ولكن في كل حلقة هتلاقينا بنشكر ناس في كل حلقة هتلاقينا بنشكر ناس و بنشكر هؤلاء الناس على ما يقدمونه قبل ما نختم برضو في هذا الاطار رئيس الادارة المركزية لمدارس الرسمية للغات سيد محمد مصطفى وفريق العمل اللي معاه الناس دي بتؤدي طول ما انت بتؤدي طول ما انت بيتم شكرك في الطريق الثالث وطول ما انت بتتقاص او بتفسد ايضا سيتم التناول بتاعت ويما تستحق في الطريق الثالث